يعني هي ملفات كثيرة في الحقيقة التي سوف يحاول الكاظمي أن يناقشها مع الجانب الإيراني ومع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أجل أن يسعى الكاظمي للتحصل على الكثير من النقاط التي قد تساهم في جلب المنفع للجانب الإيراقي الكاظمي ذكر قبل أن يتوجه إلى طهران بأن بغداد اليوم باتت تلعب دورا محوريا في تقريب وجهة النظر في المنطقة وكذلك لديها الآن علاقات جديدة متوازنة مع عدد من الدول العربية وكذلك الدول الاتحاد الأوروبي وقد يحاول العراق أن يستغل هذه المكانة طبعا بحسب مختصين من أجل أن يستخدمها من أجل أن يوطد علاقاته مع إيران خصوصا وأن إيران لديها الملف النووي الإيراني العراق قد يسعى للعب دور الوسيط بين إيران والاتحاد الأوروبي من أجل أن تخف حدة التوتر بهذا ملف التحديد ومن خلال هذه البوابة يستطيع العراق أن يمرر الكثير من النقاط التي يريد أن يتحصل عليها من الجانب الإيراني أهم هذه النقاط هو ملف الطاقة الوقود الخاص بمحطات توليد الطاقة الكهربائية وأيضا طبعا نقطة زيادة التبادل التجاري قبل قليل الكاظمي ذكر بأن الجانبان يسعياني لرفع مستوى هذا التبادل التجاري بغداد وطهران يسعياني أو تسعياني لتحقيق الربط السككي بين الجانبين وكذلك ذكر الكاظمي بأن إيران كانت من أولى الدول التي ساعدت الإيران في حربها ضد داعش وبالتالي من الواضح من التصريحات التي صدرت عن رئيس الحكومة الإيراقية مصطفى الكاظمي بأنه يسعى إلى الحفاظ على علاقات مستمرة ومتوازنة مع الجانب الإيراني الذي ربما هو الجانب الأكثر تأثيرا في المعادلة العراقية لكن كيف يرى الداخل العراقي هذه الزيارة لسيما وأنها تأتي قبل فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية المقررة في العراق الأمر ليس بخفيا على الجميع بأن إيران لديها تأثير كبير على أشياء الداخل العراقي سياسيا اقتصاديا وحتى على المستوى العسكري وبالتالي مثل هكذا زيارات خصوصا إلى الجانب الإيراني يدرك الشارع العراقي بأن الهدف منها هو التحصل على دعم إيراني فيما يخصر الانتخابات أو على الأقل إيصال رسالة من الجانب العراقي إلى الطرف الإيراني بأن هذه الانتخابات يجب أن تكون نزيهة وشفافة وباعدة عن الضغوطات الخارجية لكي تكون نتائجها بمستوى طموحات الشارع العراق الذي يأمل أن تكون هذه الانتخابات هي الخطوة الأولى لتحقيق الإصلاحات على المستوى السياسي وبالمحصل للإصلاح على المستوى الاقتصادي شكرا جزيلا لك مصطفى القطان مراسل الغد كنت معنا من العاصمة العراقية بغدا